صدور عارية وحناجر تذوي بأحلام الحرية في قلب شارع أعزل وسط صنعاء بدأ الثورة اليمنيين سلمية لكن طريق التغيير والانعتاق من نظام أحكم قبضته على البلاد لأكثر من ثلاثة عقود كانت شاقة وملغومة الذكرى التاسعة للجمعة الكرامة نتذكر شهداءنا الذين سقطوا 57 شهيد في ذلك اليوم وأكثر من مئة جريح وأفلت قاتلوهم من العقاب وتم الزج بأبرياء بدلا عنهم ثم انتهت القضية واتهمشت القضية ونحن إلى هذا اليوم ننتظر أن تسود الدولة المدنية التي كان يحلم بها جميع اليمنيين وبين كرامة اليمنيين المنشودة وسنوات امتهانهم الطويلة شاء الرئيس حينها مدفوعا بشهية الانتقام أن يكون خاد الجدار مقصلة لمن يطالب برحيله حيث أشعل القتلة النار واحترف القناصة من على أسطح المنازل المجاورة للساحة تنفيذ الجريمة وسال دم الكرامة في ظهيرة الجمعة الثامن عشر من مارس 2011 ممهورا بعشرات الشهداء والجرحة كانوا هم ثمن كرامة اليمنيين المفقودة حتى اليوم ومفتتح فصول الجريمة المستمرة في مناسبة جمعة الكرامة نتذكر أننا كنا نحس بأنه مع نضالنا السلمي كانت كرامة اليمنيين كلهم قادمة بنضالنا السلمي لكن تفاجأنا مع مر الأيام أن ميليشيات الحوثي أرغمت اليمنيين كلهم الذين كانوا يحلموا بالتغيير السلمي أرغمتهم على حملة البندقية فلم تعد لدى اليمنيين كرامة في ظل وجود ميليشيات بلا كرامة أصلا تسعة أعوام مضت على مجزرة جمعة الكرامة التاريخ الذي يتذكره اليمنيون هذه المرة ولا يزال القتلة خارج سجون العدالة فيما تمعن أدوات الثورات المضادة وخصوم ثورة فبراير على وجه التحديد في تغييب هذا الملف ومساعدة مرتكبية الجريمة في الإفلات من العقاب سيما بعد رحيل صالح المتورط في التخطيط للجريمة وآخرين تم إخفاءهم تماما وتغييب بصمات وشهود هذا الملف حتى اليوم عندما تتستر بعض مؤسسات الدولة على القتلة والمجرمين تمضي سنوات اليمنيين من جريمة إلى أخرى ومن حرب إلى حرب كأنه لا سبيل لتحقيق العدالة في زمن الجريمة وتجار الحرب ليبقى السؤال العالق في الأذهان ما الذي تبقى من كرامة اليمنيين في ذكرى مجزرة الكرامة الأولى على الجرادي قناة بلقيس مأرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر